تفاؤل أممي وحذر حكومي مصاحب لاجتماع لجنة تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان فالحكومة اعتبرتها انفراجة فعلية إلا أنها قالت على لسان عضو فريقها في اللجنة ماجد فضائل إن تطبيقها مرهون بالتزام ميليشيا الحوثي بالاتفاق وتنفيذه دون مماطلة أو تسويف التقدم في انفاوضات الأسرى كان بطيئا للغاية بوصف المبعوث الأممي مارتين جريفث لكن الأطراف المعنية بتنفيذ خطة التبادل لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية فهناك أرضية إنسانية مشتركة يمكن بحسب رئيس وفد الصليب الأحمر إحداث تغيير إيجابي من خلالها والسماح للمحتجزين بالعودة إلى أحبائهم كانت لجنة تبادل الأسرى والمحتجزين المشكلة من وفدي الحكومة والحوثي وممثلية التحالف والتي تشرف عليها الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر قد عقدت اجتماعا ثالثا لها في عمان استمر سبعة أيام انتهى بالاتفاق على خطة مفصلة تفضي وفق بيان الصليب الأحمر إلى إتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق كمرحلة أولى لم يورد بيان الصليب الأحمر تفاصيل عن صفقة التبادل لكن ماجد فضائل عضو الوفد الحكومي تحدث عن وجود آلية تتضمن الإفراج عن 1420 أسيرا ومختطفا لدى الحوثي بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216 في إشارة إلى محمد قحطان وفيصل رجب ومحمود الصبيحي وناصر منصور هادي الفاعلون الدوليون في ملف المحتجزين تحدثوا عن وجود تبادل قوائم بأسماء المرحلة الأولى مع اتفاق على عقد جولة قادمة من مفاوضات عملية التبادل لكنهم لم يتحدثوا عن ضمانات عملية لإنجاحها ما يضع جهودهم لإنقاذ تفاهمات السويد على حافة الفشل